اهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس فريق الهندسة التعليمية ان شاء الله اليوم في هذا الدرس راح نحكي كيف ممكن نتحمل برنامج فيوجين 360 هذا البرنامج لما بيعرفه يتم استخدامه لتصميم الأشكال الثلاثية لبعاد لتصميم الدوائر الإلكترونية وإمكانياته رهيبة جدا الآن هذه صفحة تحميل البرنامج إذا بدك توصيلها بدك تكتب فيوجين 360 بيرسونل طبعا بيرسونل يوز معناها شخصي تضغط انتر تطلع لك نتائج بحث في جوجل ابحث عن نتيجة اللي فيها كلمة اوتو ديسك لأنها هي الشركة المصنعة على البرنامج تضغط ضغطة على فيوجين 360 بيرسونل تنزل تحت هنا عنا زي ما نشايفين في عنا فور بيرسونل هابي يوز يعني استخدام الشخصي أو ده الاستخدام التجاري طبعا لو للتجاري بدك تدفع اشتراك تقريبا 60 دولار كل شهر أما الاستخدام الشخص فيه هو مجاني فبتضغط على كلمة get started أو بدء الاستخدام الآن هنا بيطلب منك تسجل الدخول أو تعمل حساب على موقع شركة اوتو ديسك عشان تحصل على الاصدار المجاني فبتيجي بتعمل create account وهنا بتحط اسمك واسم العائلة الايميل تبعك وبتأكد الايميل بعدها بتحط اي اجري وبعدها بتحط create account هيوصلك على ايميلك رابط تضغط عليه عشان يتفاعل الحساب بعدها بتعمل sign in وانا كونه عندي حساب راح اعمل sign in بعدها بتحط ال password بتعمل sign in كمان مرة طبعا زي ما انت شايفين هنا هيبعط لي رسالة على جوالي لانه انا رابط الجوال بالحساب فبمجرد ما ادخل الكود اللي انبعط لي على جوالي زي ما انت شايفين نعمل انتر كود طبعا اذا انت مش رابط جوالك مش راح يطلع لك هنا بيحكي لك كمل ال profile تبعك على موقع الشركة يعني بدنا بيانات تانية عنك عشان انخليك تكمل فبتحط البيانات تبعتك تحط i agree وبعدها بتحط next طبعا البيانات بتعبيها لي الاسم ورقم الجوال والمكان السكن والدولة والامور بنعمل next او التالي هيك زي ما انت شايفين طلعط لي صفحة download and install fusion 360 for personal use طبعا ليش لازم تعمل الحساب لانه معظم المكتبات موجودة online و اول ما تنزل البرنامج حيطلو بناك تسجل الدخول بحسابك عشان يعطيك كل المميزات الخاصة بالبرنامج نعمل download now مجرد ما تعمل download now هتستنى شوية وقت و زي ما انت شايفين هيك هايبدأ التحميل بنعمل save هينزل عندي ملف صغير كتير اسمه fusion 360 client طبعا هذا الملف الصغير هو اللي هيكون بوابة لتحميل البرنامج الكامل نضغط ضغط عليه هايك زي ما انت شايفين هاي عند البرنامج autodesk fusion 360 بدأت عملية التنزيل طبعا بدنا نستنى شوية حسب سرعة الانترنت عنا لحد ما تنتهي عملية التنزيل بالكامل لازم تسجل عن طريق ايميلك في الموقع وتفاعل الحساب تبعك لانه زي ما حكيت مميزات البرنامج مش راح تشتغل معاك الا اذا سجلت عن طريق ايميلك والشركة بتعطيك البرنامج مجانا فبيلزم انك تحمله من اي مكان تاني افضل مكان واكثر موثوقية لتحميل البرنامج هو موقع الشركة راح نستنى شوية بس لحد ما يخلص التنزيل ونشوف هاجهة البرنامج معا زي ما انت شايفين انتهت عملية تحميل البرنامج ما اخذ وقت كبير برجع بأكد انه حسب سرعة الانترنت عندكم ممكن تختلف سرعة تنزيل البرنامج فراح نستنى شوية قبل ما يحمل هنا اول شاشة ظهرتلي هي شاشة تسجيل الدخول على حسابي وزي ما حكينا البرنامج يفضل لما تشتغل عليه تشغل عليه والانترنت شغال عندك الآن برضو طلب مني رمز التحقق عبر الهاتف وزي ما تشايفين مجرد ما سجلنا الدخول بصورة صحيحة البرنامج راح يبدأ يحمل هذه هي واجهة البرنامج زي ما تشايفين هذا العناصر الخاصة بالتصميم الثلاثة الابعاد طبعا ممكن تتعلم على طريق البرنامج نفسه وممكن تنشئ الي هو تصميم دائرة الالكترونية او تصميم عنصر الالكتروني او رسمة جديدة او ممكن تنشئ هنحكي تصميم الالكتروني وتحطه داخل او تعمله استيراد داخل شكل ثلاثة الابعاد طبعا واستخدامه بسيط جدا يعني كل عليك انه انت فقط تحدد المسار اللي بدك تشتغل فيه وتحدد شكل ثنائي الابعاد اللي بدك تعمله بتعمل finish sketch وبعدها بدك تعمله extrude كل اللي عليك انك تضغط وتسحب وتحدد هنا كامل extrude اللي بدك اياه طبعا هذا بالنسبة للثري دي والثو دي طبعا بنفس البساطة هذا كان كل شيء باتمانا تكون استفدتوا يعطيك العافية كان معكم اشرف المدهون من فريق الهلسة التعلمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة